يتواصل القتال في السودان وسط مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لسماح بتفول مواد الإغاثة الإنسانية وفتح ممر آمن للمدنيين وعد القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى أزمة إنسانية إضافة إلى إغلاق معظم المستشفيات وتقليص إمدادات المياه والكهرباء مع انزلاق السودان إلى أتون معارك لا تتوقف وبرغم النداءات والمناشدات الدولية لوقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول مواد الإغاثة الإنسانية وفتح ممر آمن للمدنيين المحاصرين ما زالت أصوات الرصاص وقذائف المدفعية تدوي في أرجاء البلاد وأدى القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى أزمة إنسانية إضافة إلى إغلاق معظم المستشفيات وتقليص إمدادات المياه والكهرباء وأوقف برنامج الأغذية العالمية عملياته في السودان الذي يعتمد نحو ربع سكانه على المساعدات الغذائية وذلك بعد مقتل ثلاثة من موظفيه هناك وسعى كثيرون خلال الأيام الماضية إلى الانتقال لمناطق أكثر أمنا في العاصمة الخرطوم وخارجها على الرغم من إغلاق الجسور على نهر النيل بين الخرطوم وتوأمتيها أم دورمان وبحري وهناك أيضا من قرروا المغادرة وخرجوا يجرون حقائبهم بطول الطرق أو يحملونها فوق الرؤوس منطلقين في بداية رحلاتهم وغالبا ما يخرجون إلى ولاية الجزيرة جنوبا أو إلى ولاية نهر النيل شمالا وتواصلت عمليات إجلاء الرعاية والديبلوماسيين الأجانب من السودان ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعاية الأجانب وأدت المعارك التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل لمقتل وإصابة المئات ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة من الضحايا وباتت مغادرة الخرطوم هاجسا يؤرق سكانها وعددهم خمسة ملايين نسمة في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد التموينية والمياه والغذاء وظهرت جهود مجتمعية ومواقع إلكترونية وتطبيقات لحشد المساعدة الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية للمواطن السوداني الذي يعيش في أزمة إنسانية لم يشهدها من قبل حيث لم يعتد على مثل هذا العنف موسيقى